زيكو حبيبي عاملين ايه والنهار ده بنتكلم عن ملخص احداث مسلسل الصفقة الحلقة الاخيرة الحلقة بتبدأ بفريدة كانت هي وجود مع ابوها عمر كانوا بيأكلوا مع بعض وقاعدين سوا وبعد كده التلفون بيران بيقول ان يخلوا الرد الالي هو ياخد راحة في الرد وبعد كده بيتكلم عن الهوش اللي حصلت بين جود ومن اصحابها وبيقول لها هل انت فعلا اخدتي حقك ردت الام فريدة وقالت مش مهم انها تاخد حقه لكن انها عملتها ده غلط جدا وبعد كده بييجي رسالة من مونيرة لفريدة وبتقول فيها لعمر ياليت لو فريدة عندك يبعتها الموضوع ضروري جدا في البنك وطبعا كانت عايزة تمشي لكن عمر قال لها ليه عايزة تمشي عشان تلحقي صفقاتك المفروض انك تعاضي اطول فترة ممكنها مع بنتك بنتك فعلا بتشتيك انك مش قاعدة معها دايما وانه فيه مشكلة كبيرة بينكو وانك دايما مشغولة عنها علشان ايه بتجري عشان خاطر الفلوس واضي ما تخواديهاش المدرسة البريطانية انا حواديها وانا هتفعلها الفلوس لكن جود قالت ان ماما قادرة انها توديه المدرسة لكن عمر قال ان هي المفروض تعد وهو اللي يدفع الفلوس قالت خلاص ندفع النص انت تدفع النص وانا ادفع النص في المدرسة بتاعت البنت يعني ومن اللي بعد كده ان عمر بيقول ان فلوس دي عنده ما تهمهوش ابدا وان موضوع الفلوس كله ما يهموش لدرجة انه اطلع الفلوس وحرقها بالشمعة قدام جود وقدام فريدة فريدة طبعا كانت بتقول عليه اللي هو خلاص تجننه وقالت له ما تبقاش يعني عيل صغير وكمان خلى جود تحرق الفلوس بنفسها وده اللي خلى فريدة تتدايق وتاخد جود على طوله علشان تمشي بيها وتروح بينما وممت فريدة كانت موجودة في البيت كانت قال انا جدا عليها لان جود ما جدش من المدرسة الحادث دلوقتي ما كانت شترف ان فريدة هتاخدها وتروح عنده عمر فريدة طب منتها نكافيه مشكلة عند جود في المدرسة وراحت تحلها وراحت عنده عمر شوية علشان يوعد مع بنتم مش اكتر فريدة بيتصلوا بيها وبيقولوا ان فيه مشكلة كبيرة وكمان باباها بيقول ان فيه انهيار كبير في البورسة بتاعت امريكا فبتروح تجري بسرعة علشان خاطر تروح البنك تشوف المشكلة اللي حصلها واسناء ما يسيق بسرعة بتخبط العربية بتاعت مونيرة وتدخل على طوله بتلاقي سعود قاعد بيحط استراتيجيات للخطة اللي المفروض يعملوها الفترة الجاية دي خاصة بعد انهيار البورسة في كل مكان وخلاص ممكن كمان تنهار هنا في كويت لكن مونيرة ويه كمان فريدة كانوا حابين الموضوع يفضل دايما والبورس ما تنهارش ابدا فضلوا يعودوا يشتغلوا مع سعود اللي كان بيحط الخطط وبيقول لهم يعملوا ايه وكان متهور ومندفع علشان كده رئيسه امير قال لي ان الخطة دي مش هتنفع وبطل اندفاعك شوية وبيطلب عاشا علشان الليلة مطولة وهيعودوا يتكلموا في الخطة الجاية اللي هيعملوها في بانك الدداول وهيعملوا ايه بالزبط وسعود كان بيقولوا ان احنا لازم نشتري اسهم كتير جدا فضلوا يتكلموا طول ليه السهرانين يحطوا استراتيجيات لكن امير ما كانش موافق ابدا على اي حاجة بيقولها سعود والله بعد كده منيرا بتتكلم مع السعود وبعد كده بيقول لها تاخذي اهوة لده مش اختصاصك ياريت تركز في اختصاصك وما تكون موتهور كده التهميته بالتهور وكمان تعاملت معها معاملة مش كويئة اما بالنسبة لفريدة كانت بتتكلم مع خليفة وبيعتزلها على حصل مبارح وبتقول ما تعتزلش عادي اصلا ان كنت بعمل كل حاجة عشاء خاطر مصلحتي احنا هنا في البنك من دورها عن مصلحتي ما انت عارف احرجته جدا وبيانته قد ايه ان المشاعر عندها مش اي حاجة يعني منهج في المشاعر اهم حاجة شعره والفلوس مش اكتر علشان كده كان بنتدعي جدا من تصرفها اما امير فبيروح يتكلم مع مونينا في الموضوع هي وسعود وبيقول انه عارف انه هم خلاص حيرطبته لكن قالت انه مفيش حاجة زي كده امير قال ان سعود قال لك كل انكم مخطوبين تقريبا وانت خلاص تقريبا هتسيبي بقى الشغل هنا وقال لها كمان يا خسارة ياريتك تفضلت يشتغلي بس يا الله بقى اكيد هتنشغلي في البيت فكانت مدائية جدا لان سعود راح وقال لك كل ان هو خطبها وطبعا هي لسه مفقتش يعني علي عشان كده راحت على طول لسعود وتقول انت زي تتكلم قدام كل الناس وتقول انك خاطبني ما حصلش اصلا حاجة وازاي تفضحني كده رده قال لان رحت وكلمت ابوكي فعلا على مضاء الخطوبة وانت باينتيني ريكيتي موافقة وكمان قلتي ان البيت عندك لا يطاق وحبيت ان انا انقذك يعني وخرجك من البيت اللي انت مش طيقة وعند اهلك فانا عملت فيك خير يعني نفروت شكريني اصلا وكلمها بطريقة مش كويسة وبعد كده منلاقي ان فريدة كانت قاعدة بتاكل ومونيرة كانت مندايقة جدا قاعدت فتحت الساندونش وقاعدت كلت بعد كده طبعا طول الليل قاعدين في البنك ممشوش يعني من البورصة وكانوا طبعا قاعدين مستنين ممكن بكرة يعملوا ايه وفضلوا قاعدين وباتوا كمان في البنك وسعود كان بيقول لهم على بعض الخطط انهم ما يشتروا اسهم كتير وطبعا كان مندافع جدا وانهم ما نمشي مبارح ومفكر في الموضوع ده بينما برضو امير بيقول ان الاستراتيجية بتاعته مش ممكن تشتغل بشكل كويس بيبدأ بعد كده التداول والناس كلها بتجري على يعني الناس التانين اللي بيبيعوا الاسهم علشان خطر يشتروا منهم كان في زحمة كتير جدا ومونيرة دخلت علشان تشتري وما لقيتش اسهم جفاية وكمان فريق دخلت فريق دخلت علشان تشتري لكن لقيت ان خليفة سبقها مش بس كده ده كمان احد كل السندات والاسهم ولما قالت له الديني قال لها احنا هنا عادين نشتغل في البنك عشان خطر مصلحة ما انت عارفة وطبعا عملها بنفس المعاملة اللي هي عملته بيها ومونيرة بتجري علشان تشتري ونبيل بيقول لها ان ما فيش كفاية خناءات كبيرة جدا وقوية سعود بيتخانق وبيزعق علشان خاطر شراء وبيع الاسهم شوية شراء شوية يبيع كل شوية يبصوا على الاسهم من طلعه ونزله كان فيه هوشة كبيرة ومشكلة مونيرة فضلت تتخانق خناءات كبير جدا والناس تقريبا كانوا حيموتوا بعض عشان كده فريدة راحت عند غرفة الخدمات وعلى طول شغلت الانذار بتاع الحريق فطبعا المية يعني رشة مية جامل جدا فيه المكان كله الناس كلها غير اطمية لان طبعا كانوا فاكرين ان ذا حريقة وطبعا هي عملت كده علشان خاطر تهدي شوية ان الناس كانوا يعني على بعض وكان فيه هوشة كبيرة واخناءات كبيرة جدا على التداول ساعتها واعترفت لمونيرة قالت لها ان هي اللي عملت كده علشان تهدي الموقف شوية وفضلت تبكي وتعيض الموقف هدى والكل بقى يعني كويس والدفاع المدني جي وما لوش في اي حاجة ومروحين بقى ومنيرة بتلاقي العربية مغبوطة وفريدة بتعتزل لها جدا على ان العربية انخبطت والله بعد كده ان فريدة بتروح لجود المدرسة وبتقول لها ان هي مش هينفع توديها المدرسة البريطانية دلوقتي بمشاكل كبيرة في الشغل جود قالت لها ان هي حابة تروح المدرسة لكن انا تلاها من معلش انا عارفة اني كنت عايزة تروحي لكن من الاسف معلش في مشاكل عندي وكمان ناس كتير يعني ميحملني انا المسئولية وطبعا دور رجالة وابلازم يرمو عليها المسئولية وانا لازم اتحمل هنعمل ايه وهنأجل موضوع المدرسة شوية وبعد كده بتروح فريدة وبتدي بابها فلوس وبتقول ان هي بعد تروح ان السواق علشان يصلحها العربية بتاعته وده لانها يعني كانت بايزة وطبعا الهتات بتاعتها كانت مكسورة الانوار يعني لكن قالت له ان انا ما كانت كويسة لها اخبار البورسة ايه والبنك كل حاجة وقت خلاص يعني اسحب فلوسي في البنك رادت وقالت وانت لسه عندك فلوس مش دفعت الفلوس دي خلاص لي عمر علشان خاطر يطلقني وتخلص مني وطبعا هو كان محرق جدا يعرف كل حاجة مع كده بيجي الفريدة اتصال ويقعد في البيت من عمر بيقول ان هو اشتقالها جدا وكان بفكر فيه قالت له فعلا قال لها ايوة اخبار البورسة ايه والبنك اكيد طبعا فيه مشاكل عندك انا عارف يا ربنا يكون فغانك وكمان البنت كمان عنده مشاكل فربنا يكون فغانك انا بقول انك تسيب الشغل في الفترة دي بقى احسن ويعني تكون فرصة كويسة نكتسيب الشغل دلوقتي انا تلو فعلا انت شايف كده قال لها ايوة فكرت في اللي قلت مبارح سكتت كده وقالت لقاه بفكر اما بعد كده فتاني يوم بتروح فريدة على البنك وبتلاقي هناك امير والكل قاعد مستني فامير بيقول ان خلاص احنا تعدينا الازمة وتخطينا كل حاجة ولما سألعوا عن سعود قال ان سعود في المستشفى وحيبقى كويس لكن مش حيرجع تاني يكون مدير المدير المفروض يكون عنده خبرة لما يكونش متعور ومندفع زيه انا بقول مونيرة هي اللي هتاخد مكانه وكمان فريدة هتاخد مكان مونيرة عشان تشد العجز ده يعني فريدة هتشتغل معها حسن ووليد بشكل مباشر اما بالنسبة لمونيرة فهتكون موجودة في المكتب بتاع سعود وداخد مكانه مونيرة كانت مبسوطة جدا طبعا بالخبر ده بينما منلاقي ان فريدة كانت بالضايقة وبتتكلم مع امير بعد ما كل مشي في موضوع تداول الخارجي وقال لها ان هو عارف كل حاجة وان هي اللي عملت الانذار الوحمي علشان خاطر تهدي الموقف شوية يعني في البنك وبين الناس وقال ان هو متفهم جدا وان هي ساعدت يعني بشكل كبير ولولاها كان البنك ده اتضمر وقال لها مبسوطة جدا بالتصرفها ده وبعد كده بتسابعت له كده بتسامة وحنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل بعد كده منلاقي ان فريدة ومونيرة بيروحوا عشان يروحوا وساعتها فريدة بتقول له مونيرة يا ريد لو حتبيعي العربية تديها لقيت لا انا عباعة فعلا انا اشتري عربية تليق بي انا خلاص ترقيت قلت لها تمام بيعيها لي شوفها بكام وانا هاخدها وبتقرر فريدة انها تشتري العربية والفعل بتشتري العربية وجود بتكون مبسوطة جدا ان الخالة مونيرة بعت لها العربية اما بعد كده فمنشوف فيه اجتماع موجود بين كل الناس علشان خاطر يتكلموا فيه موضوع الاسهم والتداول والناس كلها كانت حاضرة وكان فيه واحدة ست اللي هي الفنانة اسمها انت وفيق كمان كانت حاضرة طبعا اكيد كان لها دور كبير او كانت زيتا منصب يعني والكل بيكون موجود ولما بتروح مونيرة تقعد في مكانها بتلاقي شنطة وبتستغرب والشنطة دي بتكون بتاعت فريدة اللي بتيجي وبتزقها براحة كده وبتقعد مونيرة بتقعد وبتكون متضايقة من تصرفات فريدة برضو جات برضو عادت معهم وبعد كده طبعا فريدة شافتها متضايقة بتخبط كده بالقلم عصبية مسك اليداء وقالت لها انا بيكي وفضلك وفضل امير محبيتش ابدا اقبل بحاجة اقل من قدراتي فطبعا خليتها تبتسم وضحكت عليها كده بكلمتين والموضوع عادة بينهم وبيبدأ الشغل والكل موجود والكل سعيد وبيبدأوا الشغل ورحلة كبيرة في التداول لأول سيدتين يدخلوا في مجال البورصة وينجحوا في فترة التمانينات وده كان قصة المسلسل والحلقة الأخيرة بتخلص على كده مسلسل الصفقة بيتم عرضه على قناة نتفلكس وهو عبارة عن سيدتين وهم أول اتنين يدخلوا في مجال البورصة ويشتغلوا مكان الرجال ويشتغلوا بين الرجال بمنتهى القوة والجرأة وبينجحوا كمان الفضل بيخلصوا رب يكون نائع عجبكم وفيه يتكلمنا عن ملاحص الحلقة السادة والأخيرة ومسلسل الصفقة يارب الفيديو ويكون عجبكم اشتركوا في القناة فاعلوا الجرس عشان يوسعكم كل جديد حبكم وايد باي باي